اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس 60 دقيقة فوتوشوب في هذه المحاضرة رح نعمل تأثير في قاعة الماء طبعا ممكن أن نعمل هذا التأثير بواسطة الكاميرا من خلال عدسات هذه العدسات مقعرة أو محدبة ممكن تعمل لنا نفس التأثير ولكن بصعوبة ويحتاج إلى خبر عالية في التصوير أما في برنامج فوتوشوب رح يكون موضوع سهل جدا وبسيط الآن رح نجي نعمل دائرة بهذا الشكل وبهذه المنطقة مثلا بهذا الشكل نخليها بهذه المنطقة رح نمكن أن نصغرها قليلا الآن رح نجي نستنسخ الصورة الرئيسية ورح نخليها بالأعلى طبعا رح نقعر هذه الصورة من خلال روح إلى قائمة فلتر ومن ثم ديستورت ومن ثم سفيرايز طبعا نخلي المؤشر إلى النهاية ومن ثم أوكي ممتاز جدا رح نصغر الصورة قليلا بهذا الشكل أوكي ورح نعمل كليبينج ماسك للصورة الرئيسية وطبعا رح نخليها بهذه المنطقة طبعا نحاول أن تكون الصورة بحجم الدائرة ممتاز طبعا نجي إلى الدائرة ونضيف لها بعض التأثيرات layer style نضغط double click بهذه المنطقة ونجي إلى inner shadow وطبعا نغير اللون إلى أبيض ونغير multiply إلى noun وطبعا رح نجي نزيد بهذه الطريقة ال distance والsize أيضا رح نخليه بهذه الطريقة حتى يبين عندنا فقاعة للماء بهذا الشكل الآن نجي إلى gradient overlay ونغير إلى مثلا linear porn وطبعا رح نجي نختار هذا الشكل اللي هو بترانسفورم طبعا نضغط هنا نclick ونختار لون أسود بهذه الطريقة وطبعا رح نخلي بهذا الشكل طبعا ممكن يكون بمثلا ناخذ 50 مثلا بهذا المقدار ومن ثم OK نجي نخلي الزاوية مثلا 60 درجة مثلا ممكن أو ممكن تكون 137 ممكن يكون بهذا الشكل طبعا نخلي القيمة ممكن 90 هنا وهنا نخلي قيمة معينة واللي يكون مثلا ممكن 40 ومن ثم OK ممتاز الآن رح نجي نضيف ظل لهذه الفقاعة طبعا ممكن الظل يكون بالبراش ونضيف طبقة جديدة وطبعا رح نضغط click aim ونكبر بالبراش طبعا هو يصار ممكن يكون بهذا الشكل ممكن نختار قيمة بهذا الشكل وطبعا نخلي اللون أسود هذا الشكل ونجي نرسم بقعة باللون الأسود طبعا نضغط alt ونصغر البراش بهذه الطريقة طبعا نضغطها أكثر ممكن يكون بهذا الشكل ونغير damage إلى مثلا multiply ونقلل من وطبعا نخلي الظل بأسفل الفقاعة ومن ثم OK طبعا ممكن أنه نضغط أكثر ونقلل opacity أكثر مثلا نخلي 40 منتاز جدا الآن إذا نلاحظ أنه الصورة هكذا كانت وهكذا أصبحت طبعا هذا هو تأثير أو تأثير الصورة المقاررة نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى ترجمة نانسي قنقر